عقد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشوال اجتماعا بقادة الألوية والوحدات العسكرية والمقاومة الشعبية المكلفة بحماية المنشآت الحيوية في المحافظة وتأمين الطريق الدولي مأرب العبر الوديعة ووقف الاجتماع أماما مستجدات الأوضاع العملياتية والأمنية ومستوى جهزية القوات لأداء مهامها الوطنية مشهيدا بجهزيتها العالية وجهودها الكبيرة في حماية الأرواح والممتلكات وتأمين المصالح الحيوية في المحافظة مثمنا جهود قيادة الألوية والمقاومة الشعبية في جوانب إعداد الخطط العملياتية ومستوى التدريب والتأهيل والكفاءة القتالية وسمعا اللواء الأشوال من قادة الوحدات إلى تقرير عن سير تنفيذ المهام ومستوى التنسيق والتعاون بين جميع الوحدات مشددا على ضرورة رفع مستوى اليقظى ومضاعفات الجهود للتعامل مع التهديدات بقوة وحسم وكفاءة واقتدار اشتركوا في القناة